على مقربة من مضيق باب المندف في البحر الأحمر تعرضت ناقلة نفط لقذائف صاروخية من نوع RBG وتزامن الهجوم على الناقلة النفطية التي تحمل اسم إمتي موسكي مع ضبط الجيش اليمني عدة صواريخ حرارية داخل منازل في منطقة دوعا بحضر موت تشير الدلائل إلى احتمال تورط ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران بالوقوف وراء الحادثة فالتحالف العربي حذر من استمرار ميليشيا الحوثي في تهريب الأسلحة للأراضي اليمنية بينما ربط المتحدث باسم القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي الحادثة بما أسماه الاضطراب المستمر قبل تساحل اليمن ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الزوارق البحرية بالبحر الأحمر في عمليات إرهابية ففي الخامس والعشرين من أبريل الماضي أحبطت السعودية محاولة لميليشيا الحوثي استخدام زورق بحري ضد شركة أرامكو النفطية السعودية كانت تحالف العربي قد أعلن في السابع عشر من مارس الماضي عن اعتراضه عدة زوارق حوثية قبالة جزيرة ميدي كانت في طريقها لمهاجمة سفن خليجية فيما نفذت زوارق أخرى هجوما على فرقاطة سعودية أو أخر ينائر الماضي وتم السهدف سفينة إماراتية مطلع أكتوبر الماضي الهجوم على الناقلة النفطية يعرض كما تقول تقارير دولية قرابة ستة عشر ألف سفينة تجارية للخطر وهو ما دعا قوات خفر السواحل للإعلان عن رفع جاهزيتها الأمنية في المناطق المحررة لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة اشتركوا في القناة